أخرى لأن مثل هذه الخطبة طبعا هنا فائدة وهي أنه كيف هذه الخطبة الطويلة تحفظ وكذلك مثل خطبة الأشباح وغيرها هذه تعود إلى أمر وهو أن الإمام علي كان يحيط به بعض الكتبة الكتبة من الكتابة المهتمين بتدوين كل شيء تقريبا يصدر عنه أو على الأقل الأشياء البارزة فإذا كتب خطبة إذا تكلم في خطبة مثلا واستحسنها ربما أولا ساعة الخطبة إذا استحسنها وهي كلها حسنة لكن بعض الخطب أحسن من بعض فقد يتذاكرون بعض الذين الكتاب أمثال أصبغ بن نباتة وقنبر مولاه وابن عباس وحبة بن جوين العرانية الحارث الأعور فقد يتذاكرون ماذا قال ثم يذكروا بعضهم بعضا إلى أن يكتبوا هذه الخطبة الطويلة وقد يسألونه أيضا لأنه كان يشجع على الكتابة على التدوين فهذه أسرار أنه كيف ولذلك وجدت مخطوطات يعني أوائل المخطوطات التي أو المحبون للإمام علي يعني على مر أزمان هناك أصول يكتبون يعني عباد بن عقوب الرواجني منهم شيخ البخاري توفي عام 1952 كان عنده أصل من الأصول المعتمدة عند الشيعة الإمامية وهو صني بس كان محب لأهل البيت فالتشجيع الكتابي في عهد الإمام علي يظهر لأنه هو الذي ثبت كثيرا من نهج البلاغة بينما كان التشجيع الكتابة قبل ليس موجودا يعني بل ربما نحن نعرف أنه حرقت أحاديث يعني الاعتذارات كثيرة منها خشية الاختلاط بالقرآن وما أشبه ذلك لكن لا يهمناها لا يهمنا أن الإمام علي كان حتى أنه قال من يشتري علما بدرهم كان يعلن يشجعهم يقصد من يشتري ورقة ورقة بدرهم حتى يكتب وكان من كبار تلامذته الحارث الأعور وكميل بن زياد وعبد الله بن عباس أيضا وطبعا الحسن والحسين يعني معه داخل البيت يعني ما يحتاج لكن المقصو يعني يأخذون منه الكلام والهدى والنور والتقوى ويأخذون عنه وهم أيضا ما شاء الله يعني من كبارة صالحين من سادة شباب أهل الجنة لكن هذه الإشكالية التدوينية هي التي تقريبا أكبر شبهة أنه كيف خطبة طويلة تخفض وهذا هو السبب أن الإمام علي كان يشجع الكتابة وكان هناك حريصون على الكتابة فلذلك قد تضيع بعض الأوراق يعني مثل هذه الخطبة في الكتب الأولى قد تكون في شبهة المجلدة لأن أوراقهم طويلة يعني يكتبون الخطبة في ورقة طويلة في جلدة أو كذا أو أوراق يعني لا أعرف عن نوعيتها ما هي الضردية ما يسمونها البردية أو كذا لكن المهم أن الإمام علي كان يشجع الكتابة تمام فهذا يفسر لنا حفظ الخطبة الطواج طبعا لما أتى العصر الأموي بالتأكيد أنه يحرص على إزالة أي أثر للإمام علي وتحدث مداهمات يحدث قتل يحدث سجون يعني الحجاج مات في سجنه أو مات وفي سجنه مئة وعشرين ألف من أهل الكوف مئة وعشرين ألف كما صحح الألباني في صحيح سنان الترمدي فمئة وعشرين ألف هؤلاء ما الذي يبقى والبقية بعثهم أو التجنيد الإجباري ندعهم الحجاج إلى بين استقصالا وتهجيرا وقتل وسجن فيضيع خاصة وأن بعض المدعين لمحبة الإمام علي فيهم مكر قد يمكرون قد يظهرون أنفسهم بأنهم حريصون حريصون ثم يجمعون هذه المخطوطات أو هذه الخطب ويزيلونها أو يعدمونها ثم ينفذ منها شيء وهكذا في حصار يعني كان حصار على الإمام علي اسماً وحتى الاسم نفسه مجرد ذكر اسم الإمام علي كان يقتل صاحبه من سمى ابنه يعني مثلا وانظروا ترجمة موسى بن علي بن رباح في تقريب التهذيب لابن حجر وفي تهذيب التهذيب المطول لماذا قالوا علي؟ لأنه كاد أن يقتل لنكتشفوا بني أمية أن هذا اسمه علي فقال لهم لا يعني والده رباح موسى بن علي قال لا هذا ليس ما اسمه علي اسمه علي فتركه هذه تجدوها في تهذيب التهذيب ولابن حجر العسقلاني توفي عام ثمانمائة واثنين وخمسين وللمزي في تهذيب الكمال توفي عام سبعمائة وثمانية واربعين فإلى هذا الحد ترون واللعن على المنابر وتتبع لا كان شيء شيء يعني رهيب لا تصوروا وإخفاء هذه الأمور يضيع الحقيقة إخفاء هذه الأمور لا يجعلنا يجعلنا مطمئنين إلى الواقع الثقافي عندما تطمئن أنت بأن تراثك محفوظ جميعه ما ضع منه شيء وما دون إلا الصحيح لا بد القلق الفلسفي هذا القلق الفلسفي هل وصل جميع التراث هل هناك أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام لم تروى بالتأكيد بالتأكيد أن النبي لم يبقى حياته كلها لم يمدح أمورا معينة قد مدحها القرآن مثلا كمثال هل زيدت أشياء نعم هل كذا هذه الأسئلة الفلسفية تريح العقلاء أو يجد العقلاء راحتهم فيها ما يحبون هذا الأسئلة الله يعني ما يحبون خلاص هم مطمئنون مقتبطون بالجهل كما قال أستاذنا إبراهيم البليهي الاغتباط بالجهل يجب أن ننزعهم من هذه الأمة طبعا أخذنا لكن إن شاء الله فيها فائدة أخذنا يعني هامشا من هذا الحوار نعود إلى ترجمة نانسي قنقرات أخذنا ترجمة نانسي قنقرات أخذنا ترجمة نانسي قنقرات أخذنا